اشتركوا في القناة من خلال الموضوع الذي يظهر أمامكم أبناء الطلاب ماذا تتوقعون أن نتعلم ماذا تتوقعون أن نتعلم في درسنا لهذا اليوم سنتعلم اليوم من خلال هذا الدرس ما المادة وكيف يمكن قياسها أن توضح المقصود بالمادة وتعدد حالات المادة وتحسب كتلة وحجم المادة إذن هذا ما سنتعلمه بإذن الله من خلال درسنا لهذا اليوم لننطرق مستعينين بالله مفهوم المادة ما المقصود بالمادة يا أبنائي هل تشغل هذه الأشياء مكانا؟ الخشب، الحديد، الماء، الهواء، هل تشغل مكانا يا أولادي؟ يعني هل تأخذ مكان من حولنا؟ الجواب نعم ممتازين طيب يا أولادي إذن لاحظوا معي كيف نثبت ذلك؟ لو أخذنا مثلا هذه القطعة من الحجر ووضعناها داخل هذا الإناء سنجد أنه كان هناك ماء مزاح في داخل المخبار طيب لو استبدلنا يا أولادي هذا الحجر بحجر أكبر مثل هذا هل يكون هناك حجم الماء المزاح في هذا المخبار أكبر أو أقل أو مساوي لحجم الماء السابق؟ بطبيعة الحال حيكون ماذا حجم الماء المزاح؟ يعني الماء الذي يرتفع إلى الأعلى حيكون ماذا؟ أكبر ممتازين إذن يا أولادي لو أخذنا لاحظوا معي هذا الحجر ووضعناه نشاهد الآن كمية الماء بالنسبة للماء المزاح إذن ما علاقة حجم الماء المزاح في المخبار بحجم الجسم المغمور في هذا الإناء؟ ما علاقة حجم الماء المزاح في المخبار بحجم هذا الجسم؟ هل يكون أكبر أو أقل أو مساوي له حيكون ماذا حيكون مساويا له ممتازين إذن يا أولادي لو أخذنا أيضا هذه التجربة أيضا وضعنا مثلا هذا الجسم في داخل هذا المخبار عند غمر هذا الجسم في هذا المخبار ماذا يحدث هل يرتفع سطح الماء أو ينخفض أو يبقى سطح الماء ثابت ممتازين يرتفع سطح الماء ولذلك لاحظوا معي عند وضعه سنجد أنه يرتفع سطح الماء ماذا نستنتج من ذلك أن قطعة الحديد لها كتلة أو قطعة الحديد تشغل مكانا ها تشغل مكانا أخذت مكان من هذا المخبار نقول قطعة الحديد تشغل مكانا ممتازين هل للأشياء كتلة يا أبنائي هل للأشياء كتلة يعني هل الحديد لها كتلة هل الكتاب الذي بجوارك مثلا له كتلة الجواب نعم له ماذا له كتلة طيب كيف نثبت ذلك بماذا نعين كتلة الأشياء هل بالترمومتر الزئبقي أو بالمخبار المدرج أو بالميزان ذي الكفتين كيف نقيس كتلة الأشياء نعين كتلها ممتازين بالميزان ذي الكفتين اللاحظة الآن اللي هو الميزان ذي الكفتين يا أولادي هذا هو الميزان لو أخذنا هذه القطعة ووضعناها على هذه الكفة ولو أخذنا هذه الصنجة ووضعناها على الكفة الأخرى مئة جرام ومئة جرام ماذا نستنتج عند اتزان الكفتين لاحظوا معي اتزنت متساوية ماذا نستنتج من ذلك أن المادة تشغل حيز أو المادة لها كتلة المادة لها ماذا المادة لها كتلة ممتازين إذن كل مادة لها كتلة كل مادة لها كتلة طيب أولادي ما هي الصفات التي تشترك فيها هذه المواد الخشب الحديد الماء الهواء هل لها كتلة فقط أو لا تشغل حيز من الفراغ أو تشغل حيز من الفراغ فقط أو لها كتلة وتشغل حيز من الفراغ أيضا نختار ماذا أي أنه لها كتلة وتشغل حيز من الفراغ لماذا؟ لأنها مادة الخشب الحديد الماء الهواء كلها ماذا؟ مادة يطلق عليها بالمادة إذن هذا تعريف المادة هي كل شيء يشغل حيز من الفراغ وله كتلة هل الهواء مادة يا أبنائي؟ سؤال الهواء هل هو مادة؟ الجواب نعم يعتبر مادة؟ يعتبر مادة طيب كيف نثبت ذلك؟ كيف نثبت ذلك؟ هذه الكرة يا أولادي لا يوجد بها هواء لو وضعناها على هذه الكفة وأخذنا هذه الصنجة ووضعناها على الكفة الأخرى نشاهد ماذا يحدث عند نفخ الكرة بالهواء ووضعها على الكفة الميزان هل يزداد الوزن أو يقل الوزن أو لا يحدث شيء؟ لما نزيد وننفخ الهواء يا أولادي ونضعها على الكفة مرة أخرى سنجد أنه يزداد الوزن ممتازين يزداد الوزن شوفوا معايا الآن زاد وزنها وبالتالي حجمها إذن ماذا نستنتج من ذلك؟ أن الهواء يشغل حيز أو الهواء له كتلة؟ الهواء له كتلة ممتازين إذن الهواء له كتلة طيب أبنائي هل الهواء يشغل مكانا؟ هل الهواء يشغل مكان؟ إذا قلنا الهواء له كتلة هل يشغل مكانا؟ نعم يشغل مكانا طيب كيف نثبت ذلك؟ لو أخذنا يا أولادي هذه المحقنة اللي إبرة هذه المحقنة وحقنا قطعة السلصال هل يتحرك المكبس الداخل يا أولادي؟ لو حقناها وسدينا الفتحة الأمامية للإبرة هل يتحرك المكبس؟ ماذا يحدث عند دفع مكبس المحقنة إلى الأمام بعد سد الفتحة الأمامية بالسلصال يندفع المكبس إلى الأمام أو لا يتحرك المكبس؟ لا يتحرك ماذا؟ المكبس إذن معنى ذلك أن الهواء يشغل حيز إن الهواء يشغل ماذا؟ يشغل حيز علل الهواء يعتبر مادة لا يشغل حيز من الفراغ وله كتلة يشغل حيز من الفراغ وليس له كتلة ويشغل حيز من الفراغ وله كتلة الجواب يشغل حيز من الفراغ وله كتلة ما هي كتلة المواد نسمع بالكتلة يا أولادي ما هي الكتلة ما هي كتلة المواد كيف نقيس الكتلة يا أولادي والمقصود بكلمة الكتلة لو أخذنا هذه التجربة سنفهم ما المقصود بمفهوم الكتلة لو أخذنا طبعا لاحظوا معي وضعناها على الكفة وأخذنا هذه ووضعناها على الكفة الأخرى سنجد ماذا سنجد أن الكفة غير متزنة طيب لو وضعنا هذه مرة أخرى مع الكفة الأخرى ما هو سبب الآن اتزان الميزان ما هو سبب اتزان الميزان هنا 2 كيلو جرام وهنا أصبحت 2 كيلو جرام 1 كيلو جرام و1 كيلو جرام ما هو سبب اتزان الميزان السبب أبنائي أن كتلة الصنجة الأولى تساوي ضعف كتلة الصنجة الأخرى إذن مفهوم الكتلة هو مقدار ما في ذلك الجسم من مادة مقدار ما في ذلك الصنجة من 2 كيلو جرام إذن هذا بالنسبة لمفهوم الكتلة ما هي وحدة قياس الكتلة الكيلو جرام يساوي ألف جرام إذن تقاس بالجرام الكيلو جرام به ألف جرام إذن هذا بالنسبة لوحدة قياس الكتلة ما هو الوزن أبنائي؟ ما المقصود بكلمة الوزن؟ وزن المادة فمن اللاحظ الآن يا أولادي في هذه الصورة هذه شجرة بها تفاح التفاح يسقط إلى الأرض سقوط التفاح إلى الأرض ما علاقة بالوزن؟ ما علاقة ذلك بالوزن؟ معنى ذلك يا أولادي أن الأرض هي التي تقوم بجذب الأجسام إليها وذلك بفعل طبعا قوة تكون مؤثرة في هذا الجسم فتجذبه إلى الأسفل فلذلك العلماء يا أبنائي أطلقوا على هذه القوة الجاذبية الأرضية واتفقوا على ذلك بتعريف للوزن على أنه قوة جذب الأرض للأجسام قوة جذب الأرض للأجسام سقوط أي جسم على الأرض معنى أن هناك ماذا؟ هناك جاذبية جعلت من ذلك الجسم يسقط إذن هو قياس مقدار جذب الأرض للجسم طيب بماذا يقاس؟ نستخدم الميزان النابض ويقاس بوحدة تسمى بوحدة نيوتن وهذه الوحدة يا أولادي هي مقياس يساوي القوة التي تجذبها الأرض طبعا تنسب إلى هذا العالم اللي هو إسحاق نيوتن هذا العالم اللي كانت له أسبقية في وضع قانون الجاذبية العامة وبالتالي تم تسمية هذه الوحدة وحدة قياس الوزن بنيوتن طيب يا أولادي ننتقل إلى حجم المادة ما هو الحجم؟ الحجم هو الحيز أو المكان الذي يشغله الجسم طيب إيش معنى هذا الكلام؟ الحيز الذي يشغله الجسم أو المكان الذي يشغله الجسم؟ ما المقصود فيها يا أبنائي؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ لو شاهدنا هذا الآن الكرسي يا أولادي وهو موجود في الغرفة مثلا في المكتب أو هذه الطاولة هل تأخذ مكان من الغرفة يا أبنائي؟ هذه الطاولة؟ هل تأخذ مكان؟ نعم تأخذ مكان طيب السرير عندك في البيت هل يأخذ مكان في الغرفة؟ نعم يأخذ مكان إذن هذا المقصود بالحجم الحجم هو الحيز والمكان الذي يشغله الجسم إذن هذا المقصود بالحجم طيب ما هي أنواع حجم المادة؟ المادة يا أبنائي لها أنواع صلبة سائلة طيب نبغى نعرف كيف يمكن قياس هذه الأنواع طيب هذه مثلا هذا الجسم صلب كيف يمكن أن أقيس هذا الجسم الصلب يا أبنائي؟ نشاهد الآن هذه المعادلة الحجم يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع هذا حجم المادة ماذا؟ الجامدة مثل التي أمامكم حجم المادة الجامدة الطول في العرض في الارتفاع هنا طول في العرض في الارتفاع طيب نشاهد الآن يا أبنائي قياس مادة جامدة منتظمة الشكل مثلا هذه العلبة علبة الكبرية يا أبنائي هذه العلبة الآن الطول الطول كم يا أبنائي في الصورة أمامكم؟ ثلاثة سنتيمتر طيب والعرض اثنين سنتيمتر طيب وارتفاعها واحد سنتيمتر إذن كم تساوي حجم العلبة هنا علبة الكبرية ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد تساوي ستة متر أو ستة سنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب والمتر المكعب المتر المكعب يا أبنائي المتر مكعب مئة سنتيمتر في مئة سنتيمتر في مئة سنتيمتر تساوي مليون سنتيمتر مكعب إذن هذه بالنسبة لوحدة قياس الحجوم لو أخذنا هذا المثال أبنائي مكعب طول ذلعه ثلاثة سنتيمتر يصبح حجمه ماذا؟ سبع عشرين سنتيمتر أو تسعة سنتيمتر مكعب أو ستة سنتيمتر مكعب أو سبع عشرين سنتيمتر مكعب طول ذلعه ثلاثة إذن نضرب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة كم تصبح؟ ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر تصبح سبع عشرين سنتيمتر مكعب طيب نأخذ الآن وحدات القياس للسوائل السوائل تقاس بالسنتيمتر مكعب والملي لتر والملي لتر واللتر يا أولادي يساوي ألف سنتيمتر مكعب اللتر يساوي ألف سنتيمتر مكعب إذن هذا بالنسبة للسوائل ألف ملي لتر ولذلك لو كان عندي خزان يا أولادي يحتوي على مئة وخمسين ألف سنتيمتر مكعب من الماء يكون حجم الماء باللتر كم يا أولادي كم يكون حجم الماء باللتر مئة وخمسين لتر ممتازين يساوي مئة وخمسين لتر طيب يا أولادي الآن شاهدوا معي لحسابها جسم غير منتظم الشكل يا أبنائي لو أخذنا ووضعنا جسم مثلا حجرة غير منتظمة الشكل ووضعناها داخل هذا المخبار سنجد أنه لاحظوا معي هنا هذا الارتفاع هو حجم الماء المزاح حاء اثنين ناقصا حاء واحد لاحظوا معي حجم الماء المزاح حجم الجسم الغير منتظم الشكل حاء اثنين ثلاثمائة ناقصا حاء واحد يصبح مئتين وخمسين يعني ماذا حجم الماء المزاح هنا كم للجسم الغير منتظم خمسين سنتيمتر مكعب كمية المادة الموجودة في جسم هل هي حجمه أو كتلته أو وزنه الجواب ممتازين كتلته إذن الكتلة هي كمية المادة الموجودة في جسم طيب أبنائي حالات المادة المادة يا أبناء لها حالات نبغى نتعرف على تلك الحالات المادة الجامدة مثلا عندي مادة جامدة حديدة هل لها شكل ثابت أو غير ثابت هل يتغير يعني لو أخذنا الحديدة مثلا من الغرفة ووضعناها في المجلس هل تتغير هل يتغير شكلها إذن ماذا إذن تعتبر ثابتة ممتازين هذه القطعة قطعة الحديد شكل المادة فيها ثابت طيب أبنائي لو أخذنا هذا الكاس بهما وضعناه داخل هذا الدورق وأخذنا هذا الدورق يا أولادي وضعناه داخل دورق مخروطي هذا الماء السؤال السوائل شكلها غير ثابت لماذا؟ لأنها تأخذ شكل الإناء الحاوله الماء يا أولادي لما كان في الكاس وضعناه داخل هذا الدورق الدائري وضعناه داخل هذا الدورق المخروطي هل يتغير شكله؟ كيف يكون شكل الماء؟ أيها كيف يكون شكل الماء؟ يكون شكل الماء هو شكل الإناء الذي يحتويه فيصبح الماء هنا على شكل الكأس الذي يحتويه أو على شكل الدورق الدائري أو على شكل الدورق المخروطي وهكذا إذن السوائل شكلها غير ثابت فهي تأخذ شكل الإناء الحاوي له عندما يتحرك هذا السائل هل يجري أو ينتشر؟ عندما كبّينا هذا الماء على الأرض هل يجري أو ينتشر؟ يجري ممتازين إذن هذه صفة من صفات السوائل طيب أولادي عندما يتحرك الغاز هل يجري أو ينتشر؟ هذا البخار الآن اللي يخرج أولادي وهذا الموقد به نار وهذا الماء الآن سخناه ويخرج منه هذا البخار هل يجري أو ينتشر هذا البخار؟ طبعا هذا البخار عبارة عن غاز أيوة ينتشر ممتازين إذن هذه صفة من صفات الحالة الغازية ما هي الصفة الأخرى للمادة الجامدة يا أبنائي؟ المسافة بين الجزيئات تكون ماذا؟ صغيرة وقوة التماسك أيضا كبيرة لاحظوا معي صفات المادة الجامدة المسافة بين الجزيئات لاحظوا معي صغيرة جدا وبالتالي قوة التماسك بينهما يكون ماذا؟ تكون كبيرة والجزيئات تهتز دون أن تنتقل لاحظوا معي شاهد اهتزاز لذلك لو أخذت قطعة حديد وضربتها بمثلا البلاط ستسمع ماذا؟ صوت الاهتزاز معنى ذلك أن هذه المادة جامدة طيب أبنائي هذا بالنسبة للحالات الجامدة طيب السائلة أيوة السائلة تأخذ شكل الإناء والمسافة بين الجزيئات متوسطة ليست قريبة وبالتالي قوة التماسك بينهما ضعيف والجزيئات تنزلق وتنتقل على بعضها أخذنا مثال على الماء وأنه يجري معنى ذلك أن الجزيئات تنتقل وتنزلق على بعضها هذا بالنسبة للصفات الحالة السائلة طيب الحالة الغازية يا أبنائي الحالة الغازية أيوة غير ثابتة الشكل هذا البخار هذا بخار الماء المسافة بين الجزيئات لاحظوا معي كبيرة جدا مسافة بينهما وبالتالي قوة التماسك ضعيفة وتنتقل الجزيئات وتنتشر إلى مسافات كبيرة ولذلك لو أخذت عطر وبخيت من هذا العطر ممكن لي في الصالة يا أبنائي ما هي مريحة هذا العطر إذن معنى ذلك أن الغازات انتقلت وانتشرت إذن هذه صفة في الحالات الغازية نجاهد كيف تنتشر لو كمننا هذا الجدوى الأولادي وأخذنا هذا المثال المسافة بين الجزيئات في الحالة الجامدة تكون ماذا صغيرة ممتازين طيب قوة التماسك في السائل قوة التماسك في السائل قوة التماسك في السائل أبنائي بين الجزيئات في الحالة الغازية تكون ماذا قوة تماسكها صغيرة جدا طيب حركة الجزيئات في الحالة الجامدة هل تنزلق أو تهتز أو تنتشر ممتازين تهتز طيب المسافة بين الجزيئات في الحالة الغازية تكون كبيرة جدا طيب حركة الجزيئات في الحالة السائلة تنزلق وقوة التماسك في الحالة الجامدة بين الجزيئات قوة التماسك كبيرة جدا طيب حركة الجزيئات في الحالة الغازية تنتشر ممتازين وأخيرا المسافة بين الجزيئات تكون متوسطة ختام أقرن المفاهيم بما يناسبها الحجم الوزن المزاح الكتلة حالات المادة سنضع تلك المفاهيم بداخل الجمل كمية المادة في جسم الماء وتقاس بالجرام ما المقصود فيها يا أبنائي كمية المادة في الجسم وقلنا أنها تقاس بالجرام ممتازين الكتلة طيب جامدة وسائلة وغازية ماذا نقصد بها هل هي المزاحة أو حالات المادة ممتازين حالات المادة طيب مقدار قوة الجاذبية طيب مقدار قوة الجاذبية ويقاس بالنيوتن ما هو الذي يقاس بالنيوتن هل هو الحجم أو الوزن الوزن ممتازين طيب أبنائي الحيز أو المكان الذي يشغله الجسم ماذا نقصد فيه ممتازين اللي هو ماذا الحجيم إذن هذا ما تعلمناه من خلال درسنا اليوم أخذنا الخصائص الفيزيائية للمادة أخذنا المادة وقلنا أن المادة هي كل شيء له كتلة ويشغل حيز وقلنا أن هناك ثلاث حالات للمادة جامدة وسائلة وغازية وقلنا أن الحالة الجامدة تكون ثابتة ثابتة الشكل الحالة السائلة تأخذ شكل الإناء والحالة الغازية غير ثابتة في الصفة أيضا من صفات الحالة الغازية أنها تنتشر والسائلة تجري وتنزلق والجامدة ماذا يا أبنائي تهتز إذن هذا بالنسبة للمادة أخذنا قياسها نقلنا أنها تقاس المادة عبر عدة مصطلحات منها كتلة المادة كمية المادة في جسم الماء وتقاس بالجرام هذا تعريف لي المادة وحدة قياسها بالجرام أخذنا أيضا الوزن وقلنا هو عبارة عن مقدار قوة الجاذبية ويقاس بالنيوتن وأخذنا أيضا الحجم وقلنا أن الحجم هو الحيز والمكان الذي يشغله الجسم إذن هذا ما تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التوفيق والسداد وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة